مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن استقطاب مجموعة إيستستار الصينية لتتخذ من البحرين مقرا لمزاوية أعمالها وتقدم مجموعة إيستستار سلسلة كبيرة من المنتجات التي تشمل الخدمات اللوجستية والأغذية والنسيج حيث تعتبر هذه المجموعة الصينية من بين أكبر المستأجرين في مشروع مدينة التنين وهي بصدد إنشاء وتشييد مرافق للتخزين بساعة 18 ألف متر مربع وبكلفة عشرة ملايين دولار أمريكي وجاء الإعلان في العاصمة بكين في أعقاب مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية بحثت سبل تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالقدرات الانتاجية والمعدات للصناعات التحولية وذلك بمركز بكين للمعارض